لم تعد صفارة الإنذار ولا أصوات القذائف تخيفهم بات لديهم واجب الدفاع عن العاصمة كييف كما يقولون هؤلاء سكان أحد أحياء العاصمة جمعوا ما يمكن من مواد وأدوات مختلفة وإطارات ليصنعوا منها حواجز تعوق دخول القوات الروسية للعاصمة لم يجمع سكان هذا الحي سابقاً هم مشترك كهذا مكذنا في الملاجئ يومين أو ثلاثة لكن الوضع لا يسمح ببقائنا أكثر من ذلك نحن أهل هذه المنطقة ونريد حمايتها لا نريد أن يأتي الروس إلى هنا لن نسمح لهم بالمرور يقوم أهالي الحي بتفتيش السيارات الداخلة إلى قلب العاصمة كييف يشتبهون في الجميع إلى أن يثبت العكس قنابل المولوتوف جهزت لصد أي محاولة روسية لاختراق العاصمة تعيش هذه السيدة في أحد مباني الحي ما إن سمعت صفارات الإنذار حتى سارعت إلى الدخول هنا هذا المكان ليس ملجأاً حقيقياً ولكن يكفي أنه تحت الأرض في كل مرة نتلقى فيها تحذيرات من هجوم جوي نأتي إلى هذا المكان للاختباء بالطبع نحن خائفون على أنفسنا وعلى أطفالنا في هذه المنطقة من الحي تجمع أكياس الرمل لتشكل مكاناً يحتمي به الأهالي يتسابقون في تعزيز مواقعهم فأصوات القذائف تشير إلى اقتراب المعركة من أحيائهم هي الحرب التي تغير حياة الناس قبل أيام كان هذا الحي يعيش حياة هادئة الآن بات كل شيء بالنسبة للأوكرانيين يتمحور حول النجاة من الحرب والحفاظ على الوطن المعتز بالله حسن الجزيرة كييف